في مرحلة أولى تشرع جمعية نحلال استيطانية في الترويج لبناء ثلاث بؤر استيطانية من أصل ثلاثين بؤرة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية حملة تبرعات استيطانية بلغت نحو مليون ونصف المليون دولار تهدف الاستنساخ فكرة بؤرة أفيتار المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس وتعتمد على سرعة التنفيذ رغم مخالفتها القانونية للقانون الإسرائيلي إذا ما نجحت هذه المحاولة سيتم البناء عليها ليصل عدد حوالي ثلاثين بؤرة استيطانية هذا أمر خطير يعني من دون قرار حكومة حتى إسرائيلية حكومة شريكة بموضوع الاستيطان ولكن أصبح الأمور يعني كل إش بأي مجموعة إرهابية تفكر أن تبني مستوطنة أن تفكر أن تبدأ بؤرة استيطانية أن تغلق شارع يعني حالة الإرهاب هي الطاغية حالة الفلتان هي الطاغية في دولة الاحتلال الإسرائيلي تعزز البؤر الاستيطانية الفصل الجغرافي لحلم الدولة الفلسطينية متصلة الأطراف وترفع من وطيرة الاعتداءات تجاه القرى والبلدات الفلسطينية تشير تقارير أمامية أن أكثر من مائة ألف فلسطيني هجروا خلال العقد الأخير على وقع إنشاء البؤر الاستيطانية واستمرار عمليات الهدمة ما يدفع إلى اشتعال المواجهة والعودة لمربع التصعيد في الضفط الغربية جميعنا نعلم أن العمل الإرهابي انتقل من العمل الفردي إلى العمل المنظم بالتالي كل هذه الإجراءات التي تكون بها مجموعات المستوطنين برعاية الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى مقاومة ووفق خطة ممنهجة خاصة أنهم يحاولون قتل حلم الدولة الفلسطينية المستقلة الخارجية الفلسطينية حذرت من استغلال وتوظيف الانتخابات والتنافس الحزبي في الساحة الإسرائيلية لسرقة الأراضي وتعميق الاستيطان عبر بناء مسيذ من البؤر الاستيطانية تقويض جوهري تشكله البؤر الاستيطانية لخيار حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية ورغم قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع تنفيذ مخطط المستوطنين يرى مراقبون أن لا تعارض بين أدوار الحكومة الإسرائيلية ومساعي المستوطنين في السيطرة على أراضي الفلسطينيين الخاصة خالد بدير قناة الغد نابلس فلسطين